ونخصص هذه الحلقة للحديث عن بعض أبيات في نص المساء لشاعر القطرين خليل مطران من خلال مناقشات حول هذه الأبيات أولا يقول خليل مطران شاك إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء ثاو على صخر أصمى وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصمى ينتابها موج كموج مكاره ويفتها كالسقم في أعضائي والبحر خفاق الجوانب ضائق كمدا كصدري ساعة الإمساء ما مفرد خواطر وما مراد الثاوي وما مضاد كلمة كمدا وما نوع التجربة في الأبيات وما نوع فن الشعر وما الغرض الشعري الذي تنتمي إليه الأبيات وما اللون الأدبي لهذا النص وما موضوع النص وكيف صار خليل مطران شاعرا يمثل خطوة انتقالية بين الكلاسيكية والرومانسية ولماذا اختار مطران لقصيدته الهمزة الممتدة بالكسر ثم ما الخصائص الفنية لأسلوب مطران في هذه الأبيات وتعبر الأبيات عن الحالة النفسية للشاعر من خلال مناجاته للطبيعة فكيف كان ذلك استخرج من الأبيات صورة خيالية ومحسنا بديعيا ووضحهما وبين قيمتهما الفنية أيهما أفضل أن يقول الشاعر هائق الجوانب أم خفاق الجوانب ولماذا ولماذا خصص الشاعر مناجاته للبحر ساعة الإمساء وكيف كان خليل مطران كما بينا مرحلة انتقالية بين الكلاسيكية والرومانسية أولا كلمة خواطر مفردها خاطرة وثاوي تعني مقيم وكمدا بمعنى حزنا فضدها سرورا ونوع التجربة في الأبيات تجربة ذاتية لأنها تخص الشاعر وما حدث له وفن الشعر وجدالي غنائي ففنون الشعر التي نعرض لها في منهج الثانوية العامة المرحلة الثانية هي الغنائي ثم بعد الغنائي المسرحي ثم الملحمي ففن الشعر غناء والغرض الشعري هو الوصف ولكنه وصف مطور للطبيعة كما سنبين اللون الأدبي هنا وجداني أعزاء طلاب وطالبات الثانوية العامة المرحلة الثانية الموضوع في النص قديم مطور كيف ذلك؟ غرض الوصف غرض قديم لأنه تناوله الشعراء في مختلف العصور واقتصر الأمر فيه على الماديات والظواهر الحسي كالألوان والأشكال والأصوات وقد تطور هذا الغرض في العصر الحديث فوصف الشعراء الطبيعة من خلال العاطفة المسيطرة عليهم ومع اعتبار الطبيعة كائنات حية تشاركهم أفراحهم وآلامهم اندمجوا في عالم الطبيعة وشخصوا الطبيعة وحاوروها وخلعوا مشاعرهم عليها كيف كان مطران مرحلة انتقالية بين الكلاسيكية والرومانسية؟ من خلال نص المساء ظهر في هذا النص أن الشاعر خليل مطران شاعر القطرين كان كلاسيكياً وعبرت الكلاسيكية عن نفسها في هذا النص ممثلة في وحدة الوزن ووحدة القافية وجودة الصياغة وقوة الإسلوب كما أعربت الرومانسية عن نفسها في نص المساء من خلال ما يلي كان خليل مطران كما يبين نص المساء ذاتي التجربة صاحب عاطفة قوية واعتنى بالخيال وخياله كما نعلم خيال ينقسم إلى خيال جزئي وخيال كلي كما أن مطران كان رومانسياً عندما حاورت طبيعة وشخصها وصبغها بلون مشاعره وقد سيطرت عليه النزعة التشاؤمية لماذا اختار مطران لقصيدته الهمزة التي امتدت بالكسر؟ وذلك لتتناسب مع عاطفته وهي عاطفة الحزن والألم على فشله في تجربة حبه كما علمنا من مناسبة النص أما بالنسبة للخصائص الفنية لإسلوب مطران فاللفظ منطقة وسهل وواضح والمعاني والأفكار عميقة مترابطة مبتكرة وقد أكثر من تشخيص الطبيعة ونوع أسلوبه بين الخبر والإنشاء وكان زاهداً أي مقلاً في المحسنات البديعية وحافظ على شكل القصيدة القديمة كما جدد بعض الشيء في المضمون بالنسبة لتعبير الأبيات عن الحالة النفسية للشاعر من خلال مناجاته للطبيعة نشرح الأبيات والأبيات الأربعة التي عرضنا لها يشف فيها الشاعر إلى البحر من خواطره المضطربة فما كان من البحر إلا أن أجابه برياح هوجاء فالشاعر مضطرب جعل البحر مضطرباً وهو يجلس على صخرة على مقربة من الشاطئ وهي صخرة صماء تمنى الشاعر أن يكون قلبه مثل هذه الصخرة وعندما اقترب منها ولاحظها ودقق النظر إليها وجد أن الصخرة تفتت فعلم أن تفتيتها هذا يشبه تفتيت مرضه النفسي وحزنه وآلامه لكل أعضاء بدنه فعاد شاعر القطرين خليل مطران إلى البحر ليجده خفاق الجوانب ضائقاً غير متسع ليجده حزيناً وهذا يشبه صدر الشاعر في وقت المساء وبذلك خلع الشاعر على الطبيعة من مشاعره وجعل الطبيعة ترتدي من لون مشاعره أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة المرحلة الثانية أما بالنسبة لقول الشاعر خفاق الجوانب فهي أجمل من قوله هائج الجوانب لأن كلمة هائج اسم فاعل وخفاق صيغة مبالغة ونحن نعلم أن صيغة المبالغة تدل على الإكثار من الفعل أما اسم الفاعل فهو لا يدل على الإكثار إن كان يدل على ثبوت الصفة واستقرارها والإكثار هنا أفضل لماذا؟ لأنه يتناسب مع شدة أحزان الشاعر أما بالنسبة لتخصيص الشاعر مناجاته للبحر بوقت المساء وذلك لأن في وقت المساء تتجمع الأحزان في قلب الإنسان وقلنا إن هذا الإنسان الذي تتجمع في قلبه الأحزان يكون فاقد الهدف وضعيف الإيمان فليس كل فاقد هدف تتوارد الأحزان على قلبه في وقت المساء فإنه إن كان مؤمناً قوي الإيمان علم أن لله ما أعطى وأن لله ما أخذ وكل شيء بأجل مسمى فيصبر ويحتسب عند الله تبارك وتعالى أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة المرحلة الثانية نأتي إلى السؤال التالي لماذا لم يدعو مطران إلى مذهبه الجديد عندما وجد بالقاهرة؟ وذلك لسببين كان مطران يخاف من مواجهة أنصار مدرسة الإحياء والبعث ونحن نعلم أنه كان صديقاً شخصياً لأمير الشعراء أحمد شوقي كما كان خليل مطران يجد أن هناك معركة أدبية بين مدرسة الإحياء والبعث ومدرسة الديوان وفي هذا الوقت وفي هذه الظلال لا بد له أن ينتظر ليرى ما تكشف عنه هذه المعركة الأدبية بين مدرستين من مدارس الأدب الحديث وهما مدرسة الإحياء والبعث ومدرسة الديوان أقول إلهي تفيض دموعي فتصف الحياة ويخفق قلبي بحب الإله إله إلهي ليس لدي معين سواه يريح فؤادي ينير ضروبي بفيض ضيئة